تحياتي يا أصدقائي نقطة هامة جداً لمنتخب سوريا كما توقعت لنتيجة التعادل مع المنتخب الأوزباكي نقطة من فم الذئاب البيضاء اصطاد منتخب سوريا في أولى مبارياته في بطولة كأس آسيا نقطة إيجابية جداً رح أحكي عن هاي المباراة أصدقائي وفيديو كتير مهم عن مباراة سوريا وأوزباكستان يعطيكم ألف عافية جميعاً لعبين منتخب سوريا واحد واحد قدمت مباراة كتير كبيرة رح أحكي اليوم بالتفاصيل أصدقائي زمانكم مشتركين بالقناة باشتراك سبسكرايب وأيضاً الإعجاب وتعليقاتكم كتير مهمة إذن يا حبابي القلب منتخبنا قدر يقتنص نقطة كتير هامة في بداية مشواره في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر منتخبنا امتهت المباراة بالتعادل السلبي نقاط كتير إيجابية اليوم رح أحكي عنا بهذا الفيديو أيضاً رح أحكي عن السلبيات الموجودة بمنتخب سوريا بداية منتخب سوريا بدأ المباراة بالتشكيلة رهية على الشكل التالي مدنية في حراسة المرمى أيهم أوسو قلب الأسد هذا اللاعب اللي شفالي غليلي اليوم مع ثائر كرومة مؤيد عجان عبد الرحمن ويس أيضاً إزاكيل العم وخليل الياس على اليمين محمود الأسود على اليسار محمد الحلاق قدام إبراهيم هسار وفي الأمام بابلو صباق بداية الشرط الأول أصدقائي أول تلت ساعة منتخبنا بدأ بعملية الضغط العالي على منتخب أوزباكستان كان الاندفاع كتير قوي كان تركيزي كتير منيح من لاعبينها برنا يعني نخط من حضورة يعني نحد من خطورة المنتخب الأوزباكي بالشوت الأول كان في قتالية من لاعبين كان في روح جداً كان المنتخب منسجم بالطريقة الدفاعية بالشكل الدفاعي أما بالطريقة الهجومية لما كنا نستلم الكرة ونحاول نعمل هجمات مرتدة شوي كانت الأمور بطيئة يعني صعبة كانت على إبراهيم هسار اللي كان له تزديدة بالشوت الأول عمار رمضان كان له تزديدة بالشوت الأول منتخب سوريا عمل شوت أول كتير منيح على صعيد التكتيكات الدفاعية من قبل الهكتر كوبر كانت الروح والقتالية عالية جداً أجبرنا المنتخب الأوزباكي يعني يلعب على الأطراف وسكرنا الأطراف والمنطقة كانت كتير دفاعية كتير مسكرة أيهم أوسو يا شباب مدافع من الطراز اللي بعبي المخ أيهم أوسو بعبي المخ أنا اليوم استمتعت بدفاع وقتالية وانسجام شو هاللاعب هات؟ رايح مع اللاعب المهاجم الأوزباكي ضربة جزاء للمنتخب الأوزباكي أي لا أي إعاقة ممكن ضربة جزاء أعطاه كتف كتف زده مترين وقام مع بعيط عليه وكذا عقلية مختلفة نحن بحاجة لمنتخب سوريا لعقلية أيهم أوسو المنظومة الدفاعية كانت جيدة لعبي خطل وسط خليل الياس كان كتير منيح بس إنه بحاجة إنه أكتر شوي ينسجم أكتر مع الفريق إذا كالعام أقل نسمياً محمود أسود الله يعطيه العاف لاعب صغير بالعمر وشاب وعمل مجهود بدني كتير كبير عمار رمضان عمل محاولات تقوي أيضاً حلوة إبراهيم هسار عبالي كمان يعني المخ اليوم إبراهيم هسار إضافة جداً كبيرة للمنطخب سوريا بابلو صباغ كويس تحركاته منيحة لكن بابلو صباغ على رده إنه ما نجاهز لسة 100% لإلعاب 90 دقيقة وشفنا تبدل بالشوت ثاني انتهى الشوت الأول بقتالية المنطخب السوري وفاجئنا المنطخب الأوزباكي بهاي الروح اللي عندنا وانتهى صفر صفر بالشوت الثاني أول ربع ساعة كانت كثير يعني صعبة على منتخبنا منتخبنا ظل متكتل بالمناطق الدفاعية منتخب أوزباكي عمل كذا فرصة خطرين تقلق مدنيه مدنيه اليوم من نقاط الحلوه جداً عبد الرحمن ويس رائع كان اليوم يعني أوسو يا شباب ما بعرف أنا ظلني أحكي عن أوسو من هون لبكر ما أبخلص المنظومة الدفاعية كانت كثير عجبتني كثير عجبني كيف عمسكر المنافذ كثير عجبني كيف عمسكر المنافذ قوة عندنا ضرب عندنا احتكاك عندنا عندنا روح تشوف المنتخب حابب يعمل شيء إبراهيم هسار رايح جاي رايح جاي رايح جاي طول المبارات عمل مبارات كثير كبيرة يا شباب المنتخب لأوزبكي عنده لياقة بدنية هائلة نحن جارينا منتخب أوزبكي ستان بداي أربعة وتسعين الدقائق الأخيرة كنت على أعصابي تماماً كنت خايف سيناريو الهدف القاتل يعني بس أحمد مدنية كان صاحي جداً 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 ترفع القبعة لأحمد مدنية بالشوت الثاني هلت الكبرة الأجرة تبديلين لمنتخب سوريا أخرج بعض وصباغ وأدخل عمر خريبين ما شفنا لمسات لعمر خريبين بهي الدقائق أكيد كمان عمر خريبين راجع من إصابي نعذر له هذا الشيء التبديل الثاني فهد اليوسف نزله وأخرج محمود الأسود لكن سحب فهد اليوسف على الجهة اليسرى وأخذ عمار رمضان على الجهة اليمنى الهدف التسلل اللي أحرزه إبراهيم هسار هو عبارة عن كرة مرفوعة من مؤيد عجان ويعني عجبني حتى لو كان هدف تسللس كثير عجبني إبراهيم هسار الفنش تبعه كثير حلو يا شباب هذا ممكن تبني عليه لأدام بالمجمل يعني نحن كجمهور سوري أنا دائما إذا بتحضروا اللايفات تبعي الفيديوهات كنت متوقع نتيجة التعادل وكنت عم بدعي نتعادل لأنه هي حتكون مباراة لا سمح الله إذا خسرنا حتكون الصدمة وحا يعني هنفوت مع أستراليا مهزومين نفسيا ومع الهندي ممكن ما نعمل نتيجة حاليا يعني ممكن نبني كثير على هذه المباراة نقاط إيجابية عديدة ممكن نبني عليها اللاعبين والروح والجمهور وفاتوا بج الجو البطولة هلأ حاليا مباراة القادمة وانتخب أستراليا مباراة كثير صعبة حكي فيديوهات قادمة أكيد كثير حبايا بالقلب لكن بالنهاية نحن الروح السورية أنا اللي كده عم دور عليها شفتها والكتالية اللي بدي إياها شفتها لكن النقطة السلبية اللي عابت وانتخبنا اليوم هي عدم الجرأة الهجومية نحن اوكي إذا وضلقها متدافع تسعين دقيقة ما بتربع بدك تكون شوي عندك جرأة هجومية يعني حتى بالتبديلات كان ممكن ينزل علاقة دالي كان ممكن يعني شوي هيك تحرك الهجوم يعني رفت ولذلك يعني من نهاية أصدقائي نحن بدنا شوي نملك الجرأة الهجومية لأنه نحن إذا ما نضلع من دافع ما مسجل ولا هدف البطولة غير إذا سجلنا هدف هيك يعني وبالتالي نحن بحاجة إلى جرأة أكثر من هيك تركوبر طريقة التفكير طبعا وأن نحن لأ أوكي متعادلين صح النقطة إيجابية لنا بس لازم نربح لو ربحنا اليوم كنا خلاص بالدور التالي نحن وفتنا على مباراة استراليا أملوك فتنا على مباراة الهند أملوك على كل حال يعطيكم لعافة كل لعبي متخب سوريا واحد واحد ما قصرتوا وإن شاء الله مباراة القادمة بتكون يعني بنفس التركيز وبنفس الأصرار وبنفس العزيمة عجبتني لطريقة اللاعبين كيف عم بيحكوا مع بعض عجبتني دفاع أيهم أوسو أيهم أوسو كيف بيطلع بالطابق ووقف على الكرة يا أخي لاعب مع الخصم عم بيحتك مع كل اللاعبين عم مع الحكم مع كله حتى أيضا إبراهيم هسار يعني نزل بكذا طابة عمل عمل سلايدات كثير حلوة يعني والتالي الأمور الأمور المنتخب على ما يبدو أنها تتجه بطريق السليم نتمنى أنه هاي المباراة ما تكون طفرة بتاريخ منتخباتنا نكون منتخب عن جد هاي بداية بداية بلوكة فينا نقول لنبني عليها لمنتخب ممكن يعمل شي بهاي البطولة أصدقائي بدي تعليقاتكم عن رأيكم من نتيجة المباراة وبرأيكم من كان أفضل لاعب اليوم يمنتخب سوريا بتمنى أن يكتبوا هذا الشي بتعليقات أكيد إن شاء الله هيك اليوم بالليل إذا قدرت إذا سمح للوقت حقا طعمكم بلايف سيكون معي صديقي مدر من قطر يلي حضر المباراة أكيد ليضعني بجو كيف كانت الأجواء على مدرجات ملعب خليفة على الملعب الملعب مادي السد في قطر ملعب جاسم بن حمد باي باي يا أصدقائي ترجمة نانسي قنقر